قفزة نوعية حققها العراق في إنعاش خزينه النقدي خلال العام 2022 إثر ارتفاع أسعار النفط لأكثر من نصف ما كانت عليه وفق وزارة المالية العراقية فإنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطات النقدية إلى نحو 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري بعدما وصلت إلى 70 مليارا في نيسان الماضي الآن وضع العراق اقتصاديا جيد لأن هناك كفرة اقتصادية بسبب زيادة تسعار النفط والوضع الاقتصادي للدولة العراقية هو الآن مستقر وجيد وانخفاض الدين العام مثل ما سؤالكم الحقيقة يوصل إلى نسبة 35% نحن نتوقع يكون هناك نمو بالعراق إلا كانت دولة اقتصادية ممكن أن نتحقق منجزات كبيرة في هذه الوفرة وعلى الرغم من ارتفاع إرادات البلاد من الاحتياطات النقدية لكنها بدت قليلة التأثير على واقع المواطن أو المشاريع إذ تتوقع وزارة التخطيط أن تصل نسب الفقر إلى 25% وسط عجز حكومي عن وضع المعالجات اللازمة جراء الخلافات السياسية التي حالت دون إقرار القوانين الاقتصادية المهمة مثل الموازنة وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في حال تعرض الدولة إلى طارئ ما يهدد اقتصادها ويهدد الأمن الإنساني ممكن للدولة أن تستعين بهذا الاحتياطي وكذلك لدعم الدولة في حال تعرضها إلى أزمة مديونية مفاجئة تطلب تهديد أمنها الاقتصادي هذا هو أهم شيء من نسبة الاحتياطي لكن يتساءل الكثيرون لماذا الاحتياطي موجود ونسبة الفقر عالية هذا أمر آخر يخص السياسة الاقتصادية التي تلجأ إليها السلطات المعنية من خلال مزاوجة السياسة النقدية بالسياسة المالية وتتجه كل المواشرات الاقتصادية إلى أن العراق يعيش فترة من الرخاء الاقتصادي ففضلا عن ارتفاع الاحتياطات النقدية تشير البيانات إلى انخفاض في مستوى الدين العام بما لا يتجاوز الثلاثين بالمئة من نسبة الناتج للمحل السنوي وفرة مالية كبيرة حققها العراق هذا العام دعمت من خزينه النقدي بالتوازي مع تحقيق البلاد لأسرع نمون اقتصادي على مستوى البلدان العربية ووسط تطلعات بتجاوز العقبات السياسية التي تعترض توجيه الفائض النقدي من أجل دعم مشاريع التنمية والاستثمار من بغداد محمد حميد سي جي تي آن العربية